اعزائي طلبات وطلبات الشهادة الاعدادية اهلا وسهلا بكم وحلقة متجددة من برنامج عالم الكمبيوتر النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض الفصل التالت عندنا واللي بيكلمنا على الادوات اللي احنا اتكلمنا عنها طبعا في الفصل التاني واللي جينا شوفنا معنا حاجة اسمها الباطن حاجة اسمها الليبل حاجة اسمها تكست بوكس اللي تشيك بوكس والريدي بوطن وغيرها من التولز او الادوات اللي احنا بدأنا نتكلم عنها تعالوا هنشوف الادوات ديت هي مين اه وطبعا اهم الخاصائص اللي بتميز كل واحدة منهم تمام فطبعا هنبدأ ما ينفعش باي حامل الاحوال ان انا اتكلم على التولز قبل ما اتكلم في الاول على الفورم اللي هي المكان اللي انا بحط عليه التولز بتاعتي ونشوف مين هي اهم البرابرتز او اهم الخاصائص اللي بتميز الفورم عندنا نبدأ بالجزء الاولاني طبعا زي ما فكرنا في الفاصل التاني ده كان شكل نفس النموذج الجزء الاولاني ده بيمثل لنا شكل اه للموس اه عندنا ده كان الشكل بتاعه ده الفورم بتاعتنا هي يعني بنقول ديت الفورم بشكلها وهي فاضية تمام الجزء التاني ده كانت الفورم بس حطيت على بعض التولز اللي موجودة عندنا نشوف بعد كده الفورم زي ما احنا قلنا عليها قبل كده ان انا بصمم وجهة البرنامج عليها تمام فبيصمم عليها وجهة البرنامج التي يتعامل معها المستخدم من خلال وضع ادوات التحكم او الكنترولز اللي هي التولز او الحاجات اللي بتجي لعندي طبعا من التول بوكس طيب تعالوا نشوف مع بعض بعض خصائص الفورم او النموذج بتاعتنا تمشي ازاي اول حاجة بيكلمك على الخاصية اسمها نيمو تكست طيب تعالوا نشوف الفيشوال بيزيك عندنا اول نفتحه بالشكل ده كده طبعا عشان الفورم بتظهر زي ما قلنا قبل كده ان انا بختار فايل وبختار بعد كده نيو تمام بيزهر لنا ديالك بوكس بختار ويندوز فورمز ابليكيشن بقى كده بقوله اوكي عشان يزهر لي على طول شكل الفورم بتاعتنا اه الفورم ديت وقت ما بتظهر عندي بتظهر ضمن مكونات ما يسمى بالاي دي سكرين اللي كان فيها اربع حاجات اللي هما الفورم نفسها على اداية اه الشمال هتلاقي فيه عندك التول بوكس على اداية اليمين هتلاقي حاجتين اللي هما السوليوشن اكسبلورر وعندي كمان اللي ايه البروبرتس ويندو تمام هنا فعلا دلوقتي ظهرت قدامنا الفورم بالشكل ده كده هنبدأ نشوف مع بعض طبعا انا ممكن اخفي اي جزء من الاجزاء اللي موجودة قدامنا هنا السوليوشن اكسبلورر ممكن اعمله حاجة اسمها اوتوهاي دي يختفي عشان ابدأ اتكلم على كل جزئية من الجزئيات اللي موجودة قدامنا دلوقتي طيب نبدأ الاول بالنيم هكبرها لكم ونشوف مع بعض كده اه البروبرتس اللي اسمها النيم اهي تمام لحظوا معي هتلاقي قصادها كلمة فورم وان طيب تمام هتحرك شوية تحت كده على بروبرتس تانية اسمها تكست نشوفها مع بعض برضو هتلاقي برضو هتلاقي مكتوب على كلمة ايه فورم وان طب هتقول لي ايه الفرق بصوا كده لو انا جيت غيرت النيم هنا لمثلا اف اار ام سكوير كده لحظوا معي ان انا عملت الكلام ده كله وما زالت كلمة فورم وان ظهر امين على الفورم هتقول لي مستر امبال النيم ده بستخدمه امتى اه النيم ده الاسم البرمجي للأداء يعني ما اجي ابرمجي الأداء بتاعتي يبقى انا بستخدم ايه النيم يعني ما تيجي تنادي على الفورم ديت هتنادي عليها بكلمة ايه اف ار ام سكوير دلوقتي تمام طيب ارجع لي بقى تاني كده وهاجي عند التكست اللي هي دي اهي هروح شاية كلمة فورم وان وروح مسميها مثلا مساحة مربع كده نبص كده على الفورم اه اتغير بدل ما كان اسمها فورم وان خدت الاسم الجديد بتاعنا بتاع كلمة ايه مساحة مربع اذا نرجع مرة تانية يبقى بنقول هنا في الجزئية ديت ان النيم هو الاسم البرمجي للأداء التكست ده اللي بيظهر عندي فيه شريط عنوان نافذة اللي هو التايتل بار تمام يبقى دول اول اتنين معنا النهاردة عندك بعد كده حاجة اسمها الباك كالر يعني لو جاءت تاني كده ادي الفورم هي زي ما احنا شايفينه قدامنا طبعا عندي امكانية ان نغير الصيز بتاعه براحتي اهو هقف كده على الايه على الصيز انج هندل ديت وبغير حجم الفورم بالشكل احنا شايفينه قدامنا دلوقتي طب تعالوا ندور بقى طبعا هم متراتبين هنا ترتيب اب جادي هاوصل لحرف البي تمام هنا ده حاجة اسمها الفور كالر لا انا مش عايزها انا عايز واحدة تانية اسمها اللي ايه الباك كالر تمام هاوصل هتلاقيها موجودة عندك اهي ادي الباك كالر اهي موجودة عندنا في حاجة اسمها كنترول هعمل كريك عليها تمام وهبدأ اختار مثلا اي لون انا عايزه بنسبالي تمام هدور على اي درجة لون انا محتاجها من هنا مثلا اخترت له حاجة زي كده اوتوماتيك الفورم خدت الشكل الجديد او اللون الجديد اللي ظهر قدامنا دلوقتي طبعا تعالوا نرجع مرة تانية نشوف عندنا فيه بروبرتي او فيه خاصية بعد كده يبقى هنا انا اتكلمت على النام اتكلمت على التكست تمام ودي كمان اتكلمنا على الباك كالر نرجع نشوف بعد كده حاجة مهمة جدا جدا بالنسبالنا اللي هي حاجة اسمها الرايتو ليفت هتلاقيها في حرف الار تحت تمام ادي الرايتو ليفت افتكروا بقى معايا كده انها واخد ايه نو تمام بعد كده انا بدل ما هخلانه هخلاله يس ها ودين بنا اه طيب بصوا معايا الجزء ده كده كمت مساحة مربع ظهره ناحية الشمال تمام هخلها له يس هتلاقى ظهرت ناحية ايه اليمين تمام طيب الجزء ده ايه بقى لو هنا انا طبعا انا بكلم على هنا تيكست ديريكشن او اتجاه النص بتاعي اما هيكون من الرايتو ليفت او من الليفت ايه تو ريت يعني من اليمين في اتجاه اليسار او من اليسار في ايه اليمين نيجي بعد كده الواحدة تانية هتحتها على طول حاجة اسمها الرايتو ليفت لياوت اللي هو التخطيب بتاعي ايه اه الفورم نفسه طيب هتقول لها مصر دلوقتي هي فولس هخلاله ترو هخلاله فولس بصوا على الويندو هنا بصوا في الطاية البر تحديدا هنا كده هنا الرايتو ليفت هي واخده فولس هتدهاله ترو في حاجة حصرت طبعا لا طب ادتها له فولس برضو ما فيش حاجة حصرت طب ليه ما فيش حاجة حصرت لانها مرتبطة بالرايتو ليفت بس تمام يبقى الرايتو ليفت لقاوت ديك مش هتشتغل غير لما تكون الرايتو ليفت يكون واخده ايه بصي لها بقى المرة دي انا اديتها هيس هاي وهاجه على التانية هنا هتدهاله فولس ها بصوا معايا كده الجزء ده مش كان فيه التلت زراية دولت اللي هما تمام التلت زراية اللي هما ايه الكنترولز بتوعي اللي انا بجتغل من خلالهم تمام طيب معنى الكلام ده ان لو انا قفلت على الرايتو ليفت بس خليتها نو يبقى التانية هز نو ميننج ملاش معنا تمام يبقى في الحالة دي اديتها ترو اديتها فولس ملاش لازمة لكن لازم ديت تكون ياس عشان الدنيا ايه تتغير معاك تاخد ياس او نو يبقى الجزء الاولاني الرايتو ليفت بس هي بتستهدف اه اللي هو التكست او الطايتل اللي موجود عندك هنا اللي هو خاص بالطايتل بار بتاع الفورن بتاعتك تمام اما الرايتو ليفت اللي هو اه تخطيط الادوات بتاعتك تمشي ازاي يبقى تجيبقى الرايتو ليفت او الرايتو ليفت اللي اتنين ايوم مرتبطين ببعض زي ما شفناهم قدامنا دلوقتي نرجع بعد كده عندنا الرايت الرايتو ليفت اتكلمنا عنها تعالوا نشوف بعد كده عندنا الرايتو ليفت اللي اوت قلنا معناها يبقى تخطيط ادوات التحكم على النموذج من اليمين الى اليسار تمام يبقى هنا انا بحط اه الادوات بتاعتها هجيلك من اليمين اليسار او من اليسار ايه لليمين تعالوا نشوف بعد كده تلات خصائص تانيين مهمين جدا من نسباننا اولهم المينيمايز بوكس تمام تعالوا نشوف مع بعض الدنيا فيها ايه المينيمايز بوكس اللي هو ده تمام المينيمايز بوكس اهو شايفينه اللي هو ده كده وده اسمه الماكسمايز والتلاتة مع بعض اللي هما الكلوز والماكسمايز والمينيمايز التلاتة اسمهمه كنترول بوكس نبدأ الاول تعالوا نشوف هما فين تمام هشوف اضح حرف الام اهو ادي المجموعة بتاعتها ادي المينيمايز بوكس واخد ايه? true. معنى ان هو شغال. تمام? انا هده له false. ها? واضحة? هتقول لي مصر هو ايه اللي حصل فيه بالزبط? لا ده هيبان لك لو هنا طبعا ايه? لو شغلت البرنامج كده? عملت run للفورم ديت. تمام? بص على الشكل ده كتاعة بصوا. باية in active مش نشطة. مش شغال. على عكس التاني بصوا اهو. بصوا الفائر اعمل زي? اهو. تمام? يبقى في الحالة ديت. ديت هتكون غير نشطة لان او اخده false. ودية true. ودية true طبعا ايه اللي تنشغالين? نقفلهم تاني. ونخلي الميني مايز بوكس بدل ما هو false. هخلها له true. تمام? وهارجع تاني. نشغل. اه الدينية شغالة هي. كده لان دية true دية true. طبعا زيه بالزبط او عكس الكلام ده بقى طبعا ايه? لو جبت الماكس مايز بوكس. تمام? هي true. هخلها له false. تمام? ونشوف. بصوا. ده بقى غير نشط. ده بقى ايه? نشطة او شغال معي لانه اخده true وهنا او اخده false. طيب. ايه رأيكم دلوقتي لو انا خفيتهم الاتنين او خليت الاتنين false. نشوفوا اللي يحصل. هنا ديت false وهنا ايه? التاني برضو كمان ايه? false. لاحظوا معي انه هما تشالوا خالص. مش موجودين. يبقى واحدة واحدة تبقى واحدة نشطة والتانية غير نشطة. تمام? طيب لو عملت الاتنين false بمعنى الكلام ده انه على طول الاتنين ايه? مش شغالين عندنا. او مش موجودين اصلا. تمام? هخليهم الاتنين true معناهم الاتنين كده 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 وايه? موجودين دلوقتي قدامنا. تعالوا بقى نشوفه في التالتة اخرى. اللي يسمى control box. هتلاقيها في حرف السي. اهي. ال control box. واخدى true. تمام? يبقى هنا. هخليه له false. ونركز برضو ايه حصل. هتلاقي التلات زرايري تشالوا. يبقى مفاتيح التعاكم بتاعتي. ممكن تكون موجودة او اختفت على حسب ما انت ايه? بتختار هنا كده. تمام? يبقى هنا control box. لو هي true معنا ان التلاتة ظهرين. لو هي false معنا انهم التلاتة برضو اختفوا. تمام? نرجع مرة تانية. يبقى هنا. الماكسمايز بوكس. قلنا انها بتتحكم في ازهار او اخفاق اخفاق صندوق تصغير اه نافذة النموذج. تمام? اه الماكسمايز بوكس تتحكم في ازهار او اخفاق صندوق التكبير. اما التالتة اللي هي عندنا اه ال control box اللي هي دي كده. تمام? قالك بتتحكم في ازهار او اخفاق صندوق التحكم اللي هم التلاتة مع بعض. تمام? يبقى هيظهرهم او ايه? هيخفيهم. آه. تعالوا نشوف بعد كده حاجة مهمة او بالنسبة لنا حاجة اسمها form border style. تاني اسمها ايه? form border style. الفورم border style قدي الفورم قدامنا هي? تعالوا نشوف مع بعض كده. الفورم border style. المقصوب بيه الفريم او الاطار المحيط بايه? بالنفذة بتاعتنا. اللي هو ده كده اللي هو ظهر قدامنا. اللي هو الفريم اللي هو لونه رصاصي ظهر قدامنا دل الوقتي. هاوصل اول للفورم border style على حرف الاف. اهي. هتلاقيها وغدة اختيار اسمه sizeable. طيب. sizeable يعني ايه? قالك ان معناها size able to change. يعني عندك امكانانك تغير size براحتك. تمام? يبقى هنا شغلت. اه انت في وضع ديزاين او في وضع تصميم بتاعك. عندك امكانانك تغير size اهو. تمام? طب لو شغلت البرنامج. وهنا برضو لو قفت برضو عندك امكانانك تغير. بالشكلة هنشافين قدامنا دلوقتي. طيب. هتقول لها مصر طب هو في اختيارات تانية موجودة هنا. تمام. بصوا في اختيار ظريف اوي اسمه none. none يعني بلا. مفيش. لحظوا معاين راح على طول. شايل الفريم في تنة اتجاهات وراح شايل لك كمان ايه? التايتل اللي موجودة عندك فوق. تمام? يبقى هنا لو اخترت none بيشيل ايه? كل الاختيارات اللي موجودة عندك او كل الفريم اللي محيب بالويندو. وطبعا في الحالة ديت مش من حقك كمان انك تغير في الوقت ده كده. يعني لو شغلت البرنامج ما ينفعش ان اغير زي من عيز. تمام? يبقى هنا هختار مرة تانية. في عندك اختيارات مثلا زي معناه سابت. يبقى هنا. هيبقى من حقك انك تغير وانت في الدزاين براحتك. تمام? لكن لو شغلت البرنامج بتاعنا كده. اه انسى. مش هتلاقي عندك امكانية اصلا اكتغير ايه? بتاع الفورم اللي موجودة عندك دلوقتي. تمام? ده كان بالنسبة لمن? ليه الفورم وبردر السايل? وازاي بغير ايه? طبعا هرجع للوضع بتاع الاسي سيلو ايه? تمام? وهكون ظهر قدامنا بالشكل ده كده. نرجع مرة تانية. يبقى هنا. الويندو ستايت. اه اه دي اللي فضلنا ما تكلماش عنها. الويندو ستايت. حالة الويندو. لحظوا معي بقى ان في حالة الويندو اخبارها ايه? الويندو طبعا حرف الو تحت. هتلاقيه موجودة عندك? اهي. الويندو ستايت. لها تلات احتمالات. الاحتمال الاولين هو النورمال اللي هو الوضع العادي. في حاجة اسمها وحاجة تلتة اسمها تمام? يبقى اتاني. الويندو ستايت اللي حالة الويندو بتاعتك لها تلات حالات. الطبيعي انها كده كده وقفة على ميно? على النورمال. تمام? عندي بعد كده في حاجة اسمها وحاجة تانية اسمها ايه? الماكسمايز ده طيب الفرق بينهم ايه قالك هنا انك خد بالك بس الاول ان لو اخترت مش هتلاقي تأثير لو اخترت مش هتلاقي تأثير اخترت النورمال برضو مش هتلاقي تأثير طب خلينا نقول هنا ان انا اخترت ايه ماكسمايز ده تمام عشان تكون بالحجم الكبير وتأثير الماكسمايز ده بيظهر في الران تايم بس يعني ما تشغل البرنامج اهو شغلته بصوا حجم الوند بقى عامل ازاي كبرت معايا على طول تمام طيب نخليها في النورمال تاني كده هشغل كل انا عملته ادي حجم الوندوز ازاي ما هو يعني نفس الحجم اللي كان موجود عندك في الدزاين هو نفس الحجم اللي موجود عندك فين في الران تايم تمام نرجع مرة تانية للبرزنتيشن بتاعنا يبقى الوندوز تيت بقى لك هنا اه تحدد حالة نفس النموذج تكبير او تصغير او عادي التكبير اللي هي الماكسمايز التصغير اللي هي المينيمايز والعادي طبعا اللي هو ايه النورمال تعالوا بقى نشوف البروبرتس او الخاصات اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي به المقارنة هتظهر امتى يعني هنلاقي قدامنا دلوقتي في عندك نيم تمام لحظة معايا انضف وضع التصميم التكست كده كده بمجرد ما اخترت التكست اللي موجود عندي تمام بدأ يكون موجودة عندك في وضع التصميم وكمان موجود في وضع التشغير تمام نيجي الباككولور انا مجرد برضا مغيرت القولر عندي اوتوماتيك خد ايه الوضع بتاعه في وضع التصميم وطبعا كده كده هيسمع معايا فين في وضع التشغير المجموعة اللي بعدها اللي هي رايد توفت والرايد توفت الايقوت طبعا ما تنساش ان رايد توفت كانت واخدة يسוצ Whoo الرايد توفت الايقوت كانت واخدة również true false تمام كلهم طبعا بالاضافة للباك كالر طبعا زي ما قلنا قبل كده انها ايه تصميم وتشغيل المينيمايزد الماكسمايزد الكنترول بوكس التلاتة اللي هو مفتاح التحكم تصميم وتشغيل بيصال تأثيرهم قدامي على طول كمان عندي الفورم بوردر السايل بمجرد ما غيرت اوتوماتيك برضو ظاهرة معايا يبقى برضو تصميم وتشغيل الويندوز تيت اللي خدناها كاخر واحدة معانا كانت في وضع التشغيل بس لان كنت نعمل اغير في المينيمايزد والماكسمايزد والنورمال واي واحدة فيهم طبعا ايه ما كانش لهم اي تأثير عندنا طيب تعالوا نشوف بعد كده اهم الخصائص اللي كلمنا عنها النهاردة يا ترى هم مين اول حاجة قالنا ان هناك خصائص مشتركة بين ادوات التحكم يعني معنى كده ان انا هلاقيها للفورم هلاقيها للتكست بوكس هلاقيها للبطن هلاقيها للليبل هلاقيها للتشيك بوكس هلاقيها للريدي بطن تمام طب دول مين قالك اول حاجة النام اه ما كده كده لازم يكون لكل طول او كل اداء عندك هيكون في نيم تمام قالك كمان في تكست يبدأ حتى الفورم ظهر عندك التكست بتاعها فين في التايتل بار تمام او في شرية العنوان بتاعنا كمان هتلاقي في حاجة اسمها الفورولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول كده طبعا هوريكم ايه معنى الفور كالر اللون الامامي بتاعي او ما يسمى بالتيكست كالر عندك كمان يا ترى الكلام جاي لك يمين في تجاه اليسار او اليسار في تجاه اليمين على حسب ما انت ايه شايف بقى بالنسبة لنا هنبدأ نشوف الكلام ده ازاي نقطة تانية قالك هناك خصائص لا يظهر اثارها على ادوات التحكم الا بعد ضبط خصائص اخرى احدف كده هم تمام اه هتقول لي مصر الوقت ما زبطنا الريد توليفت اللي اوت ما ظهرتش اديتها true او false برضو ما ظهرتش تمام ليه لان كان في حاجة تانية اسمها الريد توليفت عاملة زي المفتاح قفل عليها تمام قالك هنا لان الريد توليفت لو خدت no يبقى التانية لاش معنى اديتها بقى true اديتها false ولا اي حاجة هتحصل قدامك ليه لان مرتبطة بيها تمام طب هتقول لي مصر لو انا اديت الريد توليفت yes automatic الريد توليفت اللي اوت هتشتغل معك بقى او هتكون اكتف معك في الاتنين في حالة true او في حالة ايه الفولس خد بالك ان ريد توليفت ليه اوت تمام انا بقوله ريد توليفت يمين في اتجاه اليسار لو قلت له true اه فعلا يبقى انا ماشي من اليسار في اتجاه مين اليسار طب لو قلت له false معنى ان انا ماشي من اليسار في اتجاه اليمين يبقى هنا اه مرة تانية قال لك هناك خصائص لا يظهر اثرها على ادوات التحكم الا بعد ضبط خصائص اخرى تمام اه مثال لذلك طبعا نحن قولنا قبل كده الريد توليفت والريد توليفت ايه لي اوت اللي موجود عندنا قال تاني هناك خصائص اذا تم ضبطها للنموذج تطبق على ادوات التحكم اه يعني ايه بقى الكلام ده تعالوا نبصوا مع بعض كده على الفورن هنا انا هغير الاول الباك كالر اللي انا عمتها ديت وهديلها اي لون تاني مثلا اللون الجري اللي هاخدناه في الاول خالصة تمام طيب بصوا كده معايا ادي ليبل هروح سحبه على الفورن كده بالشكلة كده طبعا حجمه صغير ممكن اقبر الفونت سايز بتاعه طب هتقول لي بص بقى يعني هو حجمه صغير جدا بصوا انا دلوقتي محدد مين محدد الفورن اه وهروح على الفونت سايز هخلي الفونت سايز بتاعه هنا كده هخليه مثلا خمسة عشرين اوتوماتيك كبرت تمام ولما كبرت كبر معا مين الليبل تمام يبقى معنى الكلام ده ان في حاجات لو انا زبطتها للفورن تمام بتصبط معايا على بقية التولز اللي موجودة عندنا بالشكل اللي هنشوفين قدامنا دلوقتي اه شوفوا الليبل تاني كان نازل حجمه قد دي وشوفوا الحجم بتاعته على الرغم ان انا دلوقتي ايه صغرت حجم اه الفورن قدامنا بالشكل ده كده طيب تاني انا دلوقتي انا محدد الليبل ماشي الليبل اللي موجود قدامنا دلوقتي طبعا هتكلم عنه في جزء منفاصل لوحده ولكن انا بتكلم عنه على اعتبار ان هو جزء على الفورن دلوقتي لو انا جيت هنا كده وروحت جاي على البروبرتي هشغلكم برة تانية بس الاول التكبير عشان تبديني واضحة معنا جبت دلوقتي الباك كالر فين الباك كالر اهي انا جيت دلوقتي اخد بالك ان انا حددت الفورن الفورن دلوقتي المتحدد اهي وهاجعل الباك كالر بتاع الفورن اهو هروح عامل كده كده وهبدأ اختار اي لون انا عايزه مثلا زي اه كده اللون ده كده طب هتقول لي مصر طب ما هو الليبل ما اكنش لون اصلا لا هو طبعا هو لون عادي اهو لو انا حددت الليبل بصوا معايا كده اهو اخد نفس لون اهو تمام ومعنى الكلام ده ان انا ممكن اجي اعمل كدك عليه كده اهو عشان يبدلنا اختر ان انا ممكن اختار له لون لوحده زي كده اهو يبقى هنا الليبل اهو هو اوتوماتيك ويرس اللون بتاعه منين من الفورن يعني معنى كده ان في بعض البروبرتز انا بمجرد ما بزبطها اوتوماتيك بتأثر على التولز او الادوات اللي موجودة عندي على الفورن تمام نيجي مرة تانية يبقى تاني نقول الجملة دي تماشى ازاي قال هناك خصائص ازا تم ضبطها للنموذج تطبق على ادوات التحكم التي يتم وضعها على هذا النموذج مثل خاصية الفونت لو انا غيرت الفونت طبعا ايه انا وريدكم بس ازاي بغير الفونت سايز اللي هو حجم الخط ان انا شيلت التمنتاشر او التمانية اللي كانت موجودة وكتبت رقم طبعا ايه من عندي تاني اكبر شوية خمسة وعشرين مثلا او تلاتين ايا كان الرقم اللي انا كتبته معنى الكلام ده ان انا مجرد ما كتبت الكلام ده اتطبق اوتوماتيك على اي طول موجودة عندك على الفورب تمام النقطة التانية قالك انك ممكن تغير على فكرة في الفونت ممكن تغير تلات حاجات اللي هما حاجة اسمها الفونت سايز والفونت نيم والفونت ستايل الفونت سايز اللي هحوها حجمه الخط نفسه الفونت نيم اللي هو اسم الخط اللي انت بتشغل به لو بتكلم مثلا على العربي هتلاقي فيه عندك مثلا الخط السلوس خط الرقعة خط مش عارف كزا دي دي بالنسبة لخط العربية لكن مثلا لو بتكلم على اللغة الانجليزية طبعا هتلاقي فيه خط من اشهر خطوط بنستخدمها اللي هو او غيره من الخطوط الموجودة عندنا تمام طيب الفونت ستايل بقى اللي هو نمط الخط نفسه اللي هي حاجة اسمها البي او الاي او اليو اللي هي البولد او الاتاليك او الاندر لاين وطبعا هنتكلم عنها بالتفصيل لما نيجي نتكلم على ايه ازاي بغير فونت ليه مثلا البطن او للليبل او غيره تمام طيب اه الفور كالر طبعا انا قلت لكم قبل كده ان الفور كالر انا ممكن استخدمه عشان اغير لون خط الكتاب اهو جات لنا هي قدر فور كالر اهو ممكن اعمل كريك عليه هنا كده واختار لون خط مثلا لو اختبت مثلا الابيض هنا كده ظهر قدامنا بالشكل ده كده ده لون خط الكتاب اللي هو ايه الفور كالر كنترول زد اللي هي اندو او تراجع عن العملية تمام فجيت هنا كده انا هحدد الفور ما ومش هحدد الليبل تمام وهوصل الجزء بتاع الفور كالر اللي هو ده كده واختار لون اهو برضو تغير على الرغم ان انا ايه مش محدد الليبل انا محدد مين اه الفور من نفسها ولكن برضو بيتغير معايا عادي جدا ما عنديش مشكلة خالص يبقى تاني انه الملاحظة هي مهمة جدا ان انا في بعض اه الحاجات اللي انا بشتغل عليها اوتوماتيك بيغير معايا بالشكل اللي هي شايفينه قدامنا دلوقتي اه نيجي نقول تاني القيمة الافتراضية كمان بقى للخاصية اللي اسمها التكست والنيم هتلاقم اسمهم فورم وان وما تنساش ان النايم ده الاسم البرمجي للاداء اما التكست ده اللي هزاهر قدام اليوزر اه قالتني هناك خصائص يظهر اصد ضبطها على النموذج فورا مع وضع تصميم البرنامج يعني مجرد ما اخترتها او ما ضبطتها طبعا ايه ظهر التأثير بتاعه وفيه حاجات طبعا ما ظهرش غير عندك فين في الرانتايم اه اخر حاجة قال هنا فيه بعض الادوات طبعا او فيه بعض الخصائص اللي موجودة عندنا ما بيظهرش اصارها الا لما تشغل البرنامج بتاعك الى هنا تمتهي حلقة اليوم من عالم الكمبيوتر اه على وعد بلقاء متجدد ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته